كنا في بداية الحلقة اتكلمنا عن السيد الشويحي المواطن المصري اللي احتجز في الكويت واللي السوشيال ميديا كله ناشد أمير دولة الكويت وشعب الكويت ومجلس وزراء الكويت وبرلمان الكويت انه ما يسلموش للسيسي وصلاني الآن حالاً دلوقتي على مسؤولية الشيخ عصام تليمة ان السيد الشويحي الآن في طائرة عائداً إلى تركيا بعد وسطات طيبة وارجو اعلان ذلك يعني على الملأ وصلاني الآن من الشيء على عهدة الشيخ عصام تليمة ان السيد الشويحي اللي في الصورة ده اللي كان محتجز في الكويت عائداً الآن في طائرة إلى أرض تركيا الحبيبة بعد وسطات طيبة فأنا بالمناسبة دي إذا صح الخبر وأنا أسق في الشيخ عصام جداً إذا صح الخبر فأنا أتوجه بكل الشكر والتقدير للكويت شعب وحكومة ومجلس وزراء وبرلمان إنهم لم يسلموا هذا الشخص إلى السيسي لا يعني ده شكر واجب وأنا الحقيقة يعني أسعد ما يكون يعني أسعد ما يكون بهذا الخبر لأنه من كام يوم والناس قاعدة مهمومة بالرجل ده يا عيني لأنه هيتسلم هيتسلم إلى أظلم نظام في التاريخ وإحنا عارفين الكويت قبل كده سلم التمانية مصريين هو الله يعني رسبي الخبر موجود وارجعوا له فأنا بصراحة شخصياً حتى النهاردة كنت في مناقشة خفت إنه يكون مصيره هو مصير الأستاذ التمانية لكن عشان كده نشكر الكويت شعباً وحكومة ومجلس نواب ونشطاء ونشكر اللي توسط عشان يعني الرجل ده يرجع لتركيا مرة تانية ده شكر واجب ولعل الخبر صحيح لعله صحيح وأنا أسق في الشيخ عصام ومصدر الشيخ عصام إلى أن نتأكد إحنا معاكم بكرة هدبان يعني بكرة نقعد على الحيطة ونس مع الزيطة